افتتح المجلس الأعلى للقضاء بحضور رئيس المجلس المستشار سالم بن محمد الكواري الدورة التدريبية الأساسية لقضاة المحاكم الاستثمارية وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وتأتي هذه الدورة من أجل الارتقاء بمستوى المهارات المتعلقة بالعمل القضائي المرتبط بالنشاط التجاري والاستثماري من أجل النهوض والارتقاء بالعمل القضائي في مملكة البحرين يجتمع في هذا المكان أكثر من عشرين قاضي من مختلف الجنسين وذلك في افتتاح الدورة التدريبية المتعلقة بالمنازعات التجارية والاستثمارية دماء متجددة يواصل في ضخها المجلس الأعلى للقضاء في جسد العمل القضائي بمملكة البحرين ومن أجل صون الكرامة وحفظ الحقوق يدشن المجلس هذه الدورة التدريبية للقضاء التي تمثل عكاسا لشمولية النظرة الوطنية 2030 والتي من شأنها تحديد وجهة واضحة للعمل التنموية حقيقة هو التدريب اليوم إذا نطلق من التدريب الذي يقوم بالمعهد للدرسات القضائية هو حقيقة يعني يرفع الوعي القاضي في مجالات عدة ورأوا رفع مكانة القاضي من حيث القانون والمهنية والأخلاق ينعكس على السلطة القضاء بصفة عم فكل من يلجي المعاكم ويكون أمام القضاء سواء كان مدعي أو مدعي أو متهم يجب أن يحامل بكرام واليوم إحنا في المعهد للدرسات القضائية سنبدأ أول خطوة في المجال التدريب في المجال التجاري في كل المناحي ومن أجل التأكيد على أهمية عمل القاضي على تعزيز مناخ الاستثمار في المملكة والتوغل في معرفة المؤشرات الدولية كمؤشر أداء الأعمال ومؤشر التنافسية كانت انطلاقة هذه الدورة التدريبية والتي جاءت بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الحقيقة أن هذا البرنامج الطموح لبناء قاعدة صلبة في القضاء المتخصص في المسائل التجارية ومسائل الاستثمار بمختلف أنواحها والمعاملات المصرفية وغير المصرفية سواء كانت العادية أو الإسلامية برنامج إن شاء الله بيعمل فيه المعهد على إعداده بناء على تكليف واضح من المجلس الأعلى للقضاء في مملكة البحرين اللي بيسعى إلى بناء قاعدة متخصصة من القضاء على مدار عامين بإذن الله العام الأول هيكون فيه بناء قاعدة عريضة من القضاء الملم بمعظم المستحدثات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالاستثمار ثم يبقى هناك أيضا عام قضاء ثاني في دراسات أكثر تخصصا للموضوعات الأكثر تعقدا سواء متعلقة بالأسواق المالية أو المشتقات أو غير دورات متعددة وأهداف كثيرة جمعت أولئك القضاء كي يتقنوا مهارات التعامل في المنازعات الاستثمارية ويتمكنوا من استيعاب كافة أدوات التعامل مع المصطلحات الاقتصادية والتجارية لليوم تجريبنا نحن كغضاء في محاكمنا لكي تكون لنا محاكم تجارية واستثمارية على المستوى المطلوب بما يكون فيه الحاضر والمستقبل ومتطلباتها وبالتالي فيكون هناك تكامل وسلام اجتماعي وبإذن الله تكون البحرين بأجاذب للتجارة كوكبة من القضاء البحرينيين لم يختاروا هذا المكان إلا كي يعلقوا آمالهم على هذا العمل ليكونوا لابنات في هذا الوطن وقدوات يسيرون على منهاج العدالة والإنصاف لتلفزيون البحرين صالح يوسف